السلام عليكم اليوم سأريكم للمركز اللي هذا نقطع دي جاندي دل بوات فتا بطنوري هالكم هاد الحليب اللي تصلح لدسيرت غيرتو دونك سا انا پا بزوان هنحطو دو كوته وغاندي دور ديال الدار اللي غايكون رخيس وزوين عدنا في حاجتنا كاس كبير ديال الحليب امبودر كاس كبير ديال ساني دا جوجمع الخوكبار ديال زبدا ونسكاس ديال ما وعندي كاس ديال باشر نحضر بكشي كامل غانخدم به هو اللي غادين نكمشي عليه دونك فلا كاس غول غاندي ديجي معه القوكبار ديال لبغ ووالا جيسد غانخنه ما تتحجم مرتبع دنا هنا اهن غادين نقبطول كاس اللي غانخدمو به هذا الكاس الكبير ولالا غادين ننص ديال كاس ديال كاس ديال كاس ديال ماء زبون سأضح الزبدة وكامل بحليب فودرة لا تنسى الى المتناول لنقوم بس كبير نقوم بسجد سوف نضيف التواصل سوف أقوم بسجد سوف نقوم بسجد سوف أفضل نقص الكويت الثاني نضيفه في ميكسر نضيفه في ميكسر نضيفه في ميكسر نضيفه نضيفه في ميكسر 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 نضيفه وزرق نضيفه من الصباح نضيفه في ميكسر هذا نرمال مو نسلي العادي تشار في البوات ولا بغير تدلو كرامل ونفيك تحطوه في الكاسرول وتجيبوه في الكاسرول لما شيء ما تقبش بزر ديال لطن وتطيب تولي كرامل سنتمي تعجبكم هذه الوصفة هذي وتجربوها ونرمال مو سهلة فيتفين وبصحة ورحة مرسي اوغفر